موسيقى يا مساء الخير مشاهدين مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ترندن على شاشة شروق نيوز هنا سنتحدث عن جديد مواقع التواصل الاجتماعي هنا في الجزائر وخارج الجزائر وفي جميع المنصات من فيسبوك إلى تويتر إلى انستجرام وسنابشات إلى يوتيوب وتيك توك وغيرها في البداية عندما نتحدث عن مفارقة الحياة والموت نجد كلاما كثيرا كقول درويش عن الأحياء أنهم أبناء عم الموت نياما هادئون وهادئون أما خالد بن الوليد فعندما كتب إلى ملك فارس لم يقل أنه يمتلك العدة والعتاد بل خاطبه رسول سيف الله المسلول قائلا وإن لا فجئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ومن نفس المنطلق في الجزائر نعى الجزائريون وفاة الشيخ رحمه الله محمد صالح آية علجة نجل العلامة الشيخ طهر آية علجة بعد أن عاش 82 عاما ولم يسأم وزهير بن أبي سلمة قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 ظهرا لا أبالك يسأم صورة الشيخ ووالده هذه انتشرت على السوش الميديا بغزارة وأعجب الجزائريون والأجانب بنور رأوه باد على محي الحي والميت في الصورة الابن الثمانيني أخذ من والده تعلم القرآن والفقه واللغة وعمل بها طيبا وانتقل إلى الرفيق الأعلى لنذهب إلى تعليقاتكم أين تقول هبا ربي يرحمك لقد نفعت الأمة بعلمك كان رجل علم ودين إن شاء الله يكون لك شفيعا يوم القيامة أما عمارة قال ما أجمل صورتهما معا اللهم اجمعهما في الجنة يا رب أما منور فقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه والآن لننتقل إلى الموضوع الثاني هذا هنا هو اللاعب الجزائري يونس بن علي يلعب في نادي فرنسي يسمى نانت والآن قرر المشاركة مع الجزائر مع منتخب الجزائر لفئة قاقل من 17 عاما في البطولة الأفريقية ولكن رد النادي لم يكن متوقعا إذ فسخوا عقده وأنهوا علاقته بالنادي يونس طلق تضامنا واسعا من الجزائريين على السوشيل ميديا تضامنا معه اللاعبون سابقون أيضا فالدول السينيغالي هنا دينبابا قال في تغريدة على تويتر وعلق لا أصدق أخبروني أنا الخبر كاذبا أما عدلانكديورة هنا في تغريدته فكان يشجع يونس ويتمنى له الفوز المنتخب بالكأس أما زوجة ريبيري فقالت في ستوري لها على انستغرام عبارة مش يروحوا قول أنا ألجيريان ورد يونس بن علي في ندوة صحفية على النادي لنشاهد الفيديو الكتاب لي في المشاهدة لأفكنا أعين سأطع في اليه ولكن أكثر عديدا جانبا في ستوري وأنتج شاهدة هذه السنة 今 لذلك تقدمنا لبعضي على شخص regime على البعض لأخدا مجرم لشخص أكثر مستوأي جيدا جد يحب بكما يجب لذلك مع شخص اسمنا مستحص LCD ج крутimento على الاستقلال ما بدأ منo وقد أردت إلى الجري يجب احضرDI إلى العبيب يجب أن يتحقق مني المحترف التعليق الأخير لصلاح قال أظن رح تأثر على مستواه في باقي المباريات للمنتخب الوطني إلى الموضوع الثالث تونس لعبت شبيبة القبائل مع الترجي التونسي وأثار المشجعون الفوضى وانتشرت صور وفيديوهات مزعجة وغير مقبولة إطلاقا حتى في الشارع فما بالك بمحيط مخصص لنشاط رياضي وثقافي ومباراة تلتقي فيها جمهير شعبين مختلفين تتوقع أن يتبادل العناصر الثقافية فتبادل أشياء أخرى هذا الشاب هنا مثلا لا تحكم عليه من خلال الوشوم في يده لكن لا تحكم عليه من خلال الوشوم لكي لا يقال حكمت على مظهره ولكن يمكنك الحكم عليه من خلال ما يحمل هذا الذي يحمله هو آلة لقطع وجز الخشب آلة لقطع أصلاب الخشب وأشدها كما قال الحجاج فماذا لو شهر هذا المنشار في وجه البشر شهدناه في فيديو هذه صورة من الفيديو يتأتى إلى الحائط ويشغل المنشار الألي لينطلق به إلى وجهة ليست وجهة خير الفيديو موجود على السوشيال ميديا ولكن امتنعنا عن نشره أو بثه لكم لأنه ربما يكون قاسياً على الأطفال وبعض الفئات الأخرى السلطة الأمنية هناك طبعاً ألقت القبض على حامل المنشار الآلي وربما سنسمع تفاصيل أخرى مستقبلاً إلى ذلك ننتقل مباشرة إلى تعليقاتكم أين يقول لزعر قولوا لنا كيف ما دخلوا الملعب بركة؟ فعلاً هذا هو السؤال أما رميس رحماني موسى يقول وين كان الأمن كيدخل الملعب؟ تعليق لي بالقاسم قال المنشار المفروض يكون في الفلاحة أو الغابة الملعب ليس مكاناً مناسباً له أما موح قال كي يخرج يلقى المنشار يخدم بالطاقة الشمسية وهو تعليق ساخر نذهب إلى الموضوع الأخير الفنان أو الممثل المصري مصطفى درويش رحمه الله انتشرت صوره على السوشيال ميديا مرة واحدة في فيضان رقمي نعم مصطفى ليس ممثل الصف الأول المشهور صاحب الأدوار البطولية لكنه بشهادة النقاد يشتغل على أدواره جيداً وترى فرقاً واضحاً وجلياً بين الشخصيات التي كان يلعبها فتتأكد بذلك من احترافيته ومستواه العالي فنياً منذ عام كان هذا الممثل يؤدي دوراً مهماً في فيلم سينمائي من كتابة إبراهيم عيسى وعندما أنكر الكاتب معجزة الإسراء والمعراج لم يقبل الممثل مصطفى بذلك لم تستسغ نفسه تواجد في عمل يحط من قيمة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان أن تصدق بالشيء دون دليل لا دليل على الحادثة إلا الآية القرآنية إذ دنى فتدنى فكان قاب قوسيني أو أدنى نقرأ منشوره في ذلك اليوم حيث قال قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبداً أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه آسف جداً وبعتذر لكل فريق العمل مش هكمل إلى آخر المنشور أسر يسين علق وترحم عليه وهو زميله في المهنة وأيضاً الممثل أمير كرارا في تويتر وحتى الإعلامية وفاء الكيلاني والكبيرة يسرى والكثير من النجوم وربما كل نجوم مصر فكان إجماعاً على أن هذا الشخص كان رجل خير وذهب إلى رحمة الله فرحمه الله وهنا نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج ترند على شاشة شروق نيوز نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم إلى التفاعل معنا عبر منصات تواصل الاجتماعي إلى ذلك دمتم بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة